السلام عليكم ورحمة الله أمس لقد تم انتخاب المغريب ليتبوأ منصب رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حضر الأسلحة الكيموية هذه المنظمة ستحتفيل العام الجاي بالـ 25 سنة منذ نشأته هذه الذكرى هذه مهمة طبعا والمنظمة توجد بعض الفعاليات لإبراز الأهمية ديالها يعني والدور اللي كتلعبوه في نزع السلاح الكيميائي وإعطاء دور للكيمياء في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والفنية إلى آخره المغريب لماذا انتخاب المغريب؟ اقترحه يعني الترشيح دياله ثم اقتراحه من طرف بجموعة الدول الافريقية الاطراف الاتفاقية اتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية بحكم طبعا السياسة ديال بلادنا تجاه أفريقيا وطبعا أنتم كتعرفوا الاهتمان القوي الذي يعطيه جلالة الملك نصره الله لسياسة بلادنا تجاه الدول الافريقية والسياسة التعاون في مجالات متعددة والزيارات المكثفة التي قام بها جلالة الملك إلى الدول الافريقية والاستثمارات المغربية والشراكات التي بناها المغريب مع دول افريقية كثيرة في مجالات متعددة كذلك المغريب كيلعب واحد الدور يعني الوفد المغريبي هنا لدى المنظمة حضر الأسلحة الكيميائية تلعب واحد الدور باش يكون شريك عنده مصداقية شريك كيجتهد لمصلحات بلادنا طبعا ولمصلحات كذلك القارة الافريقية فالعلاقات الشراكة ديال المغريب مع المنظمة علاقة مكثفة المغريب نضم كثير من المؤتمرات من الاجتماعات سواء في ميادين مثلا تقوية القدرات الافريقية كذلك النظر في كيفية استعمال الكيمياء النظيفة في التنمية الاقتصادية وكذلك للحرص ثم الحرص على عدم عودة الأسلحة الكيميائية في أي منطقة في العالم لأن الهدف الأسماق والاستراتيجي ديالاتفاقية هو إنشاء وبناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية والآن 98% من الأسلحة الكيميائية تم تدميرها العالم بأسره وطبعا المنظمة كتحرص وكتبع عن كثب هذا الميل في هذا حتى باش يوصل طبعا التدمير إلى 100% المنظمة كتبع تنفيذ الاتفاقية وكتبع أن الدول كتحترم الالتزامات ديالها دول الأطراف وكتبع التدمير وكذلك تتاخد إجراءات للتصديل لتهديد ما ناشئ عن استخدام هذه الأسلحة الكيميائية الاتفاقية عندها ربعا ديال الأعمدة نزع السلاح طبعا وتدمير الأسلحة الكيميائية ووحدات إنتاج هذه الأسلحة في العالم بأسره وكذلك هناك جهود عدم انتشار الأسلحة الكيميائية وهذا الشيء يدخل في إطار جهود عدم انتشار أسلحة ذات الضمار الشامل والتصديل عودة إذن كما قلت لهذه الأسلحة لأن هناك بعض المجموعات الإرهابية عندها ربما تتحاول باش يكون عندها سلاح السلاح الكيميائي وتستعمله في نزاعاتها الإرهابية وهجوماتها الإرهابية فالتصدي وكذلك هناك المساعدة طبعا للدول لأن الدول طبعا هناك تعاون هناك مساعدة هناك يعني شركات كتبنا لمصلحة هالدول هدي باش تحمي رسها باش لو قعش حدث كيميائي لقدر الله هتكون عندها القدرة باش توجهه وتتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الحدث الكيميائي وكذلك باش يعني تحمي بلدنا من أو أي بلد من الأضرار الخطيرة جدا لأي حدث كيميائي فثم رابعا يعني العمود الرابع هو طبعا التنمية الاقتصادية فأن الدول يعني النامية تطالب بالكيمياء الخضراء والكيمياء النظيفة التي تلعب تلعب دور كبير في التنمية وكتستعمل والدول كتحاول يعني تستعمل يعني كيمياء نظيفة وكيمياء يعني تكون عندها يعني صفر أضرار على البيئة في بلدانها فهذا الاتفاقية فيها 193 بلد طرف ما زال كان واحدة ربعا الدول ما داخلينش وحنا دائما ندادي طبعا بعالمية هذه الاتفاقية باش يكون تدمير الأسلحة الكيميائية في جميع دول العالم هناك قرار دائما مطالب بها الدول باش تدخل فاد الاتفاقية المغرب طبعا استفاد كثير من هذه الاتفاقية سواء قبل الرئاسة أو خلالها أو سيستفيد بعد ودائما عندنا واحد الشراكة مهمة ومكثفة مع الاتفاقية وانا المدير العام أخيرا في واحد الكلمة قال احنا في قائمة العشر الأوائل من ناحية التعاون والشراكة مع المنظمة إذن دائما وعندنا طبعا السلطة الوطنية في المغرب فيها جميع المتدخلين في هذا المجال ويجتمعوا ووزارة الخارجية كالترأس الاجتماع هذه السلطة وكان هناك تواصل وحضور الوفود طبعا قبل الجائحة كانوا يحضروا وفد كبير يحضر أشغال هذا المؤتمر وإن شاء الله تمنى طبعا ولكن تتبعوا جميع الأعمال اللي كتتم هنا بالفيزيو كونفيرنس وعن بعد دائما فالمغرب حاضر بقوة سواء بالجائحة ولا بلا جائحة ويطور كل سنة يطور ما يمكن أن يستفيد من المنظمة وكذلك يتقاسم تجربة ديالو مع الدول الإفريقية كثيرا لأن هذا كيدخل طبعا بلدنا جعلات من التعاون جنوب جنوب أحد أعمدة سياستها الخارجية ولهذا فإن المغرب كذلك جهوده تتكون في إطار هذا التعاون جنوب جنوب المغرب طبعا دائما يؤكد يعني يؤكد دائما ويجدد التأكيد على ضرورة الاحترام الاتفاقية ضرورة تقيد بالتزامات ضرورة تقاسم التجربة والخبرة مع الدول المحتاجة للخبرة إذا طلبت ذلك طبعا وكذلك يعني 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 إحنا طبعا منذ هذه الاتفاقية دخلنا إحنا فيها بسبعة وتسعين فإحنا كان مغرب لم يكن عندنا سلاح كيميائي لا قبل ولا يعني أثناء ولن يكون عندنا مستقبلا إحنا دخلنا لمساعدة المجتمع الدولي وانخرط المغرب في هذه الجهود الدولية لإنشاء عالم خالم الأسلحة الكيميائية واستعمال كيمياء من أجل التنمية هذا هو الهدف دينا يعني العمل اللي قمنا بها منذ أن دخلنا ويعني صدقنا على الاتفاقية وكما تعرفوا الاتفاقية صارت تتعم واحد دور كبير جدا منذ أن أخذت يعني هذه جائزة نوبل للسلام في 2013 ويعني الناس بدأت تتعرف هذا المنظمة وبدأت تهتم بالدور ديالها وبدأت يعني كذلك الناس تتكرم بمساهمات باش تموو البرامج متعددة حتى يكون تكون هذه الاتفاقيات تنفذ بصفة مرضية في كل دول العالم فاللي عنده تجربة تتقسمها اللي عنده إمكانيات تساعد مع المنظمة وكي ينضموا مؤتمرات في الدول النامية والمغرب كذلك يشارك في هذه المؤتمرات وخاصة على تكوين وتعزيز القدرات وكيمشي والتي تعقد في دول كثيرة سواء في الغربي أو في آسيا أو في إفريقيا إلى آخر يجب أن نعرف أن المغرب عندما اختيره باش يترقص هذا كيعكس واحد الاحترام للسياسة الإفريقية بلادنا طبعاً احترام ديال الدور اللي يلعبون للوفد المغريبي هنا في لهاي لدى المنظمة وطبعاً المغرب كان نائب رئيس المؤتمر يعني أن المنظمة عندها المؤتمر دول أطراف وعندها المجلس التنفيذي إذن المغرب في 2015 كان نائب رئيس المؤتمر فال2017 كان رئيس المؤتمر رئيس المؤتمر سنة ثم في 2020 كان نائب رئيس المجلس التنفيذي ودباخ دار رئاسة المجلس التنفيذي من ماي 2021 إلى ماي 2021 فهذا كيدل لنا بلدنا على المستوى الدولي فرضات احترامها وتقدير الفاعلين في كل منظمات الدولية والإصف لاها فقط وينتهج سياسة حكيمة رشيدة مواقف متزينة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذه المنظمات الدولية وشكرا جزيلا